اشتركوا في القناة حبكم للحياة بصيص امل بعز العتمة قدي هيدا الشيء اليوم عن جد عم بترجموه فعليا بحياة كل هالناس حبنا للحياة بصيص نور بالعتمة مزبوط لانه بالرغم من كل الظروف الاقتصادية واللي عم يقطع لبنان بهالسنتين ثلاثة حد الكورونا نحن قدرنا نستمر ويظل مركزنا مفتوح صحيح قصرنا اسبوعنا العمل يعني اسبوع العمل كان يبقى من التانين للجمعة صار من التالتة للجمعة لنقدر نضل مستمرين ووقفين بجرينا ونقمن كل نشاطيتنا نحن عنا عدة خدمات بتقدم رابطة الأصدقاء عنا عائلات ذو حاجة نحن نقف حدهم كنا نقف حدهم دوريا أربع مرات بالسنة هلأ بسبب الصعوبات عم نحاول نكون حدهم كل شهرين بشتى أنواع المساعدات إن العينية أو المادية وأكيد هيدا بمساعدة خيرين كتار هن مفضلين على رابطة الأصدقاء وعم يدعمونا بهيدا الخدمة للضل مستمرة تاني شي نحن عنا بيت المسن بالسنديانة يلي اسمه السنديانة بسعيلة واللي إدارته مع راهبات القلبين الأخدسين كمان عنا فوق أربعين موسن بيتلقوا كل الخدمات وكل العينية وبعيشوا بكرامة وبدفءوا بحرارة وكمان هيدا المركز بحاجة لدعم مادة ومعنوة وإنسانة كبير خاصة بهالظروف هيدا عنا كمان الأرتزانة يلي هو المحترف محترف رابطة الأصدقاء يلي انطلق من سنة 1970 وهالمحترف على مر السنين تطور وصار متقن ومضرب مثل فينا نقول بالمنطقة كلها ومستمر فيه فريق عمل متخصص من خمس سيدات وعم بينتج اشياء يدوية فنية بذوق بإتقان وشو ما بدك بتلاقي عنا بالمعرض وبناسب كل الميزانيات خاصة بهالظروف نعم يعني حوالنا هلأ بمعرضنا الميلادي السنة ننوع ونقدر نتكيف مع الظروف ومع الحاجات لنقدر نكون عم نظل مستمرين لأنه المعرض بيأمن عمل لخمس سيدات بالمحترف وبيأمن عمل كمان لناس سيدات بيشتغلوا بمنزلهم نقدر نحنا نسوق لهم عملهم نعم وإذا بدك نحكي عن مواعيد المعرض نعم للسنة نعم نحنا نحن نفتتح المعرض نهار الخميس بثمانة كنون الأول ورح يستمر لثلاثين كنون الأول كل يوم من الساعة عشرة للساعة خمسة بعد الظهر مع أيام السبت بس الأحد نحنا نحنا نفتح يعني الأحد نسكرين وخد هيدا المعرض الميلادي في معرض تاني رح تشارك في رابطة الأصدقاء مع تجمع جمعيات بمركز كرينو بكولاج دونازارات بالأشرفية هيدا المعرض بستعش وسبتعش كنون الأول من العشرة للستة هكي اللي ببيروت بيقدر يتعرف ويزور معرض رابطة الأصدقاء وغير جمعيات ويكون عم يسندهم هيدا بالنسبة للنشاط الحرف المعرض ولكن المعرض الأرتزانة هو مفتوح كل السنة يعني فيك تقصدينا مين ما بيريد بيقدر يجيلي عنا وين بمركز رابطة الأصدقاء شارع مانويا اليونس ساحة العلمة مركز رابطة الأصدقاء ورقم التليفون سفر تسعة تسعمية واثنين وتلاتين تمانمية وتمانية وستين نعم من التسعة للخمسة مساء من التلاتة للجمعة بالوقت الحاضر نعم سيد ماري جوزي إذا بدنا نحكي شوي عن رابطة الأصدقاء نعم مين هن رابطة الأصدقاء يعني مين أنتو رابطة الأصدقاء هي تجمع سيدات أطلقت نداء السيدة مارلان فرام طياح سنة 68 وهي كانت قائدة كشفية شفتان جيد رجعت من أفريقيا من الغربة ورادت ترجع تتواصل مع الصبايا اللي كانوا جيد معها بالكمباني نوتردام برميار جونيا بالسنكار ودعيتهم قدتلهم تعالوا نعمل شي ونكفي هلأ صرنا أمهات نحنا ولكن نحنا فينا نطلع من الروتين المنزلي ومن الحياة اليومية المنزلية ونقدر ننفتح على المجتمع ونعمل نشاطات فكانت غاية الجمعية أساسا هي تطور المرأة هي أن نطور قدراتها العقلية النفسية الثقافية وصار في عدة نشاطات يعني انطلقوا بالأول كتجمع نسائي ولكن بعدين لقوا أنه هنا ما فيهم يستمروا هيك فكان أول عمل إلن ولادة المحترف يلي كان اسمه الوفروار صاروا السيدات هن يعملوا حلقات عمل شغل إيديون يشتغلوا بعدين صاروا يشغلوا ناس وتطور وصار الأرتزانات لشان دي زمين لاحقا سنة 93 افتتحوا بيت السندياني لأنه عملوا كشف ميداني بمنطقة تكسروين الفتوح ساحلا وجبلا لقوا أنه هي بحاجة لبيت للمسن فأرادوا يكون بيت السندياني لأنه السندياني بترمز للصلابة وللعمر وللتاريخ وللشلوش ولكل شي وللجذور سموا بيت السندياني لأنه المسن بكل عيلة هو ركيزة العيلة وهو مدمك العيلة وأرادوا أنه بهالطريقة يكرموا أمياتهم وبياتهم ويكونوا عم يعتنوا فيهم بكل محبة وبيكل بكل إخلاص وفتحوا للناس اللي بتقدر والناس اللي ما بتقدر وبقلب المركز إنت إذا بتزورينا ما بتعرفه مين المسن اللي قادر يقوم يتكفل بمصاريفه ومين المسن اللي ما بيقدر يتكفل آه قادرين نتغطوا يعني يعني عم نتعذب كتير عم ننكسر كتير ولو كمان هوني يعني لكل نشاط عم نعمله قادرنا نكون حلقة خيرين وحلقة ناس إيدة مفتوحة لتمد إيدة لإلنا لنقدر نستمر بكل عمل بالرغم من كل الصعوبات بس عم نقن من الحمل الحمل كتير كبير ولكن رفضين نوقف أو نسكر أي شيء من نشاطاتنا ومشن هيك نحنا قريبا بعد عيد الميلاد بتسعة كانون التاني منرجع من عيد فتح صفوف المدرسة المسائية المجانية كنتوا وقفتوا وقفنا بالكورونا مثل كل المدارس وبأكتوبر السنة بتشرين كنا عم نشوف المدارس كيف رح تقلع ولندرس هلأ نحنا بخمستعش وستعش كانونة الأول رح نطلق حملة بكل رعاية جونية دجا توحصلنا مع الرعاية بعثنا لهم النشرة بعثنا لهم المكتوب الدعوة ورح نعمل يومين تسجيل كل تلميذ اللي ما بتقدر تتعلم أو تعمل فروضة اليومية المسائية ويلي هي بين صف الديزيام والتوازيام بيقدروا يتوجهوا على رابطة الأصدقاء بمركز بساحة العلمة مانويل يونس بخمستعش وستعش الشهر بين الساعة عشر والساعة واحدة في سيدات متطوعية خمستعش ستعش كانون الأول بيروحوا للتسجيل هاو ده الدعوة للتسجيل بيلتقوا هونيك بسيدات من فريق الكوميته سوتيا سكولير لجنة المدرسة المسائية بيستقبلون مع أهليون بيعملون لهم انترفيوها وبعدين احتفتتح المدرسة بتسعة كانون التاني هاي المدرسة بتصير من الأربعة للخمسة ونص بعد الضغر نحنا رابطة الأصدقاء بتأمن أسادزة محترفين ومع مديرة نحنا منأمن لهم معاشاتهم الشهرية الولاد ما بيتكلفوا شي مجانية مجانية بيجوا بيعملوا دروسهم اليومية والمسائية وهي ده المدرسة صار عمره سبتعش أو تمنتعشر سنة ولقاينا نجاح كبير عنا تلميس صاروا بالجامعة بعضهم بيشكرونها وبيجوا بيزورونا وبيزوروا مع الميتهم وعنا تواصل مع كل مدارس جوني منتواصل مع الإدارات إذا فيه ولد مأثر منجرب نعرف ليه منجتمع مع الأهالي يعني اللجنة المتطوعة من السيدات نحنا لأنه بقلب رابطة الأصدقاء نعمل من خلال لجنة لجنة ثقافية لجنة علاقات عامة لجنة المدرسة المسائية لجنة الارتزانات لجنة السندينة كل مشروع له لجنة وبعدين فيه اللجن يلي هي اللجن الادمينيسترسيون شو يقولوا المانجمنت ما بقلح لكل العربي الإدارة نعم دونك عندك بين لجنة المال ولجنة الإعلام والإعلان مشين هيك أنا اليوم هون من قبل هاللجنة وعندك لجنة السكرتاريا إي أسي دو سويت دونك كل هالسيدات يلي انطلقوا مع مدام مارلان ويلي في كتير منهم بعضهم موجودين رابطة الأصدقاء هلأ بدك تقولي كيف بتستمروا هلأ عند مروحة عمر بدك تقولي فيك توصل للثمانين وتنزل للأربعين بس اليوم كيف بتدمروا الاستمرارية بلشتوا رابطة أصدقاء ومع المؤسسة والمؤسسة بعدها موجودة كيف بتكملوا هي اليوم الرئيسة الفخرية هي اليوم الرئيسة الفخرية تحيتنا لألا والله يطول بعمرة واليوم كيف بتوصلوا للجيل الشاب وبدي حي الرئيسة الحالية يلي هي مادام ريا ناصر كرم ناصر يلي هي كانت نائب رئيسة الرئيسة المؤسسة حوالها العشرين سنة فكمان أبدا نوجه لتحية لأنه الحمل كبير بس تكفي من وراء الرئيس المؤسس وبعده موجود يعني هو ذخر لألنا بالجمعية هي ذخر لألنا كيف منكفي عم نحاول أنه نحنا من خلال النشاطات اللي بنعملها ولقاءات لأنه اسمها لشندة زميرة رابطة الأصدقاء نعم يعني الصداقة كتير مهمة بالشارط بتأسيس رابطة الأصدقاء وعنصر الصداقة وعنصر المحبة هو أساسة لنقدر نستمر مع بعضنا أجيال متتالية مخضرمين كبار وصغار ونحنا عم ننادي هلأ معنا فريق كان اسمه فريق غدنا بلش معنا بالألفين وستة يلي هن ستات أمات وولاد صغار وبذات الوقت هالمرة سيدات كلهم يعملنا يعني دي فامة كاريير كلهم عم يشتغلوا بس هيدول اللي دخلوا واستمروا معنا كانوا بفريق هلأ فاتوا بكل بطلوا بفريق واحد اسموا غدنا صاروا غدنا بكل الليجان توزعوا على الليجان لأول شي لنقدر ناخد منطقتهم من غنيهم الفكري من غنيهم الثقافة من غنيهم الوظيفة الوظائفة اللي عم يعملوه يلي مخصصها اوديوفيزيال يلي مخصصها كومنيكاسيون يلي بتعلم بالمدرسة وهن بيبسوا هالروح الجديدة وبيقدروا يطعموها من خلال نشاطاتنا ومن خلالهم عم نحاول نوصل للأجيال الأصغر لأنه الرابطة وجدت لتبقى وتستمر نعم وطالما في ناس مؤمنة يعني من 68 لغية اليوم أثبتوا أنه بعضكم قادرين نتكملوا وعننا مصدقية وعننا وجود على الأرض وصرنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعندكم يعني إذا بنا نحكي عن خدماتكم يعني إذا من ناحية بيت السندينة إذا من ناحية المدرسة المدرسة للتدريس حتى المشغل يعني اليوم يعني طالوا كثير من الفئات بالمجتمع اليوم مضبوط لأنه مثلا بالسندينة واحدة عندك حوالة لا يقل عن 24 موظف هو دا إذا تركناهن شو بيصير فيهم يعني نحنا سيدات الرابطة في نقول استعمل كلمة لو قوية شوي تستميت السيدات للرابطة ما توقف عدية عادة تكون اليوم نحنا اليوم بدك تقول يمكن منضويين كأعضاء يمكن منوصل للسبعين عدو بس هلأ الأكتيف يلي قادرين بعد يلبه بين الثلاثين والخمسة وثلاثين عدو ولكن بلقاءات عامة وبجمعيات عمومية نلتقي كلنا واللي ما بقى تقدر تجي من زورها ببيتها في تواصل مع كل يلي مثلا العمر أخرون شوي يعني الرابطة صار لكل واحدة مننا بيتها التاني ولدها إذا بدك تقول ولد من مولادها سيد ماري جوزي فريم إذا بدنا نحكي عن تمكين النساء اليوم تنختم نحنا بيجيك لأن الوقت عن بيديهم قداش مهم دور المرأة بالمجتمع وقداش هي قدرة تبنى واليوم أنتو أثبتوا عن جدرة بوجودكن أنه قادرين تكونوا بكل المطارح وتكونوا بعيالكن وببيوتكن أيضا مزبوط مزبوط نحنا مؤمنين يعني ما بعرف إذا يسمح إلي أني أطلع شوي برات الزيح وقول أنه لو بيسلموا لبنان للنساء لبنان كان بيحلق وكل المشاكل بتخلص وبتنحل لأنه النساء تشتغل مش بس بعقلة تشتغل بقلبها والقلب والعقل وقت اللي بيجتمعوا بيخلقوا شبكة أمان بيقدروا يحلوا ويزللوا كل الصعوبات ولأنه بتصيري أنت خلاقة لتقدر تلاقي من وين بدي حل هالمشكل وكيف بدي افتحها الباب وعمين بدي دق ما بقعدوا بكتف إيدي لأنه الأم وقت بتربي عائلة تستميد كرمال عائلتها فما في شي بيقف بدربة مش أنهيك المرأة وتمكين النساء من تمكين الأم لأنه الأم ربنا عطيها هالمزية وبيكفي إنه نتمثل بأمنا العذرة اللي قالت نعم لمن كل مرأة بتقول نعم مثل السيدة العزراء مثل أمنا مريم ما في شي بيقف بطريقة وتمكين المرأة هو من دماء أساسي لخلاص وانتشال وإعادة أعمار لبنان وطننا كلنا لكل الطواقف لكل الأجيال لكل الانتماءات المرأة هي الركن الأساس مدى اختم أنا وياك بهذا الشكل ونركز على دور المرأة على أمل المرأة تعرف إمتها وقدرة ويكون اليوم إلى دور فاعل بقلب مجتمع شكرا سيدة ماري جوزي مواني سفرام نائب رئيس ترابطة الأصدقاء شكرا لحضورك بالتوفيق لألكم ولكل نشاطاتكم ولمعراتكم أيضا لأنه من خلاله عم بتساعدوا كثير من الأشخاص مضبوط شكرا شكرا لألكم شكرا لتيفي تشاريتي شكرا لألك مدام زهور وشكرا لاستضافتكم لألنا دايما بوابكم مفتوحة وهواكم مفتوح وفعلا هواكم هوينة شكرا على حضورك معنا لليوم شكرا أحبة أن تبعتونا وكنتم معنا بهذا اللقاء إلى اللقاء بكرة بحلقة جديدة إزاء الله رات دايما من إزاء صوت المحبة ومن تلفزيون المحبة شكر كتير كبير لكل فريق العمل لوصلنا لعندكم بالصوت والصورة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة